كيف دمرت فضيحة بيفوتي جهود النمسا في مكافحة جواسيس كوريا الشمالية والموضوع بيعود إلى الحقبة اللي كان فيها وزير الداخلية هربت كيكل كان وزير داخلية النمسا في الحقومة القبل السابقة وحصلت عملية السطو على جهاز الاستخبارات في عهده شايف الموضوع مين أخطر على النمسا في عملية الجاسوسية روسيا أم كوريا الشمالية هلا ليس موضوع من أخطر أمان لا يوجد جاسوس جاسوس لطيف وجاسوس خطر صراحة كل هذه الدول الدول الشعوعية يعني بصراحة والتي مبنية على معظمها على قيم التخلف وقيم التبعية يعني وقيم بصراحة اللا إنسانية وقيم اضطهاد الشعوب بصراحة هي خطيرة بكل الأشكال ولكن المصيبة فين استاذ الكريم كيف دمرت فضيحة جهود النمسا في مكافحة جواسيس كوريا الشمالية هنا الخطورة هنا الخطورة التي تكمن لأن فعلا ما قام به السيد هربت كيكل في تلك الفترة واقتحام مبنى المخابرات النمساوية مش اقتحام مبنى الإرهابيين ولا اقتحام مبنى ما بعرف اقتحام مبنى المخابرات يعني لاحظ أنت شوف 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 هالتضادل الذي حصل ومن وقته فعلا المخابرات النمساوية فقدت الكثير من بريقها الحقيقي في متابعة العديد من القضايا وقال لك أن هذا الدمار الذي قام به يعني يحتاج إلى وقت طويل لإعادة جمع المعلومات التي يعني فعليا من الممكن من الممكن يعني يعني من الممكن أنه المخابرات أو اللي صار اسمها بعدين بالضبط اللي اسمها الدي ان اس الدي ان اس بالضبط أنه هن دي اس ان عفوا أنه هن يقدروا يجمعوا نفس المعلومات وكان فيه تسريب صناعة جوازات وتسريب إلى كوريا الشمالية والجنوبية يعني بزراحة فوضى كبيرة فهربت كيكل دمر جهاز المخابرات النمساوية وتخيل أن يكون مستشارا مستشارا نمساويا مقبلا يعني أعتقد أنه فعلا سيجلب الدمار الدمار والفوضى العارمة إلى النمسا وليس مستبعد منه أن يستقبل ديكتاتوريين هنا في النمسا ويقوم بعمل علاقات مع أشخاص مدانين بالإرهاب أو يدعموا الإرهاب مثل النظام السوري مثل النظام الإيراني مثل النظام الموجود في فرنسا أسف فيه روسيا وبما فيها كوريا الشمالية طيب الكلام ده كان يمكن في 2018 تقريبا لو ما تخنيش الذاكرة نعم لكن لماذا الآن على السطح هيجي خبر زي ده ويذكر فيه اسم هربت كيكل من وجهة نظرك ليس خضية على السطح انتخابات هل هي لعبة هل هي شطرنج هل هي شطرنج لعبة الزكي لعبة الأقوية بصراحة والصحافة اليوم هي ضعيعة هذا التحقيق من صحيفة دي بريسا العريقة ولكن هذا التحقيق مهم ولا يجب أن ينسى هذا شيء لا يجب أن ينسى بغض النظر بغض النظر عن التوقيت هذه نقطة سوداء في تاريخ السيد هربت كيكل ولا يجب نسيانا هو قام بتخريب جزء كبير من المخابرات النمساوية يا سيدي المخابرات العالمية أوقفت التعامل مع المخابرات النمساوية بعد هذه الفضيحة التي قام بها هربت كيكل في تلك الفترة بالتعاون مع صديقه وأنتيمه كما يقال سيباسان كورتس بس يشوف بس حتى في نفس الخبر بيقولك في مدن الخبر من المعروف أن فيينا تعد مركزا لنشاط التجسس الكوري الشمالي نعم يعني يشوف معروف عندهم أن فيينا مركز رئيس لنشاط التجسس الكوري الشمالي نعم هذا واقع وللعديد من دول يعني دول العالم لا لا وليس حكرة على أعتقد أن في موضوع التجسس يمكن تناولنا الموضوع ده وتعدد تعدد الحكومات وأجهزة المخابرات اللي موجودة على الأراضي النمساوية ترجمة نانسي قنقر